يا أحباب من الناس من يمشي بين الناس بجسم حي لكن قلبه مات القلب مات والجسم حي القلب انتهى والجسم يظهر للناس كأنه إنسان عادي كتير من المكتئبين بيعتبر نفسه كده بس مش هو ده القلب الميت بالعكس اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من جنود الشياطين اللهم لا تستعملنا في إحباط خلقك يا أرحم الرحمين كل إنسان ينفع يرجع لربنا عارفين بعض الزرع لما تدس عليه ما يموتش ينتني تسيبه يجري المية تاني في الأرض تصيبه الشمس من جديد يقوم يقف مثل المؤمن كمثل قامة الزرع من حيث أتتها الريح كفاءتها حصرت له أزمة ينكفي قضت عليه شهوة ينكفي زي الزرع كده يروح ويجي مع الهواء ومثل المنافق كمثل الأرزة صماء الناس تشوف تقول ما عقله ما أظرفه ما أجلده إيه قوة الإمام دي كلها فإذا قضي عليه لا ينكفي حتى يقسمه الله زي الأرز كده زي القمح نوع زرع كده مش زي الجرجير والفجل والبرسيم والزرع اللي تروح وتيجي مع الهواء لا نوع تاني وقف كده زي الأش حتى يقسمه الله عز وجل لازم ربنا ليقتمه وتنتهي حياة قلبه لا ينكفي حتى يقسمه الله عز وجل قلب الميت الذي لا يقبل الحق القلب الميت هو الذي لا تنفعه الموعظة القلب الميت الذي يحب ويتغز على ما يرضي الله عز وجل ميت قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليه آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل ده عنده قلب لكن اللي ما عندهش قلب الزكر يعد كأنه ما تسمعش الأزان ما بيسمعش الأزان الرسول عليه وسلم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة ما فيش كلام ممكن يتألف تاني بعد الأزان ماذا يفعل فيك الأزان الدعوة التامة فالبعد عن ذكر الله وعدم الاستجابة لذكر الله عز وجل يمرض القلب حتى يقتله ما يتأثرش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه الذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت عايش وميت اللي يذكر شابنا ميت ترجمة نانسي قنقر